بسم الله الرحمن الرحيم تقريب القرآن الكريم إلى الأذهان بشرح بسيط لبعض المفردات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة سورة الفاتحة وهي سورة مكية مدنية وآياتها سبعة السؤال أنه لماذا سميت هذه السورة باسم الفاتحة؟ الجواب أولاً لافتتاح المصاحف بكتابتها ثانياً لقراءتها في الصلاة فهي فاتحة لما يتلوها من السؤر وهذه السورة أيضاً تسمى بسورة الحمد وأيضاً من أسمائها سبع المثاني والواقية والكافية وذكروا لهذه السورة أيضاً أسماء أخرى وسورة الحمد مكية وقيل إنها مدنية ويمكن هذه السورة نزلت مرة في مكة ومرة ثانية في المدينة بسم الله الرحمن الرحيم أستعين بالله في كل عملي سؤال لماذا لم يقل بالله وقال بسم الله ليش الاستعانة باسم الله مو بالله مباشرة الجواب هذا نوع من أنواع التعظيم لذات الجلالة لله تبارك وتعالى فكأن الإنسان يستعين باسم الله تبارك وتعالى والاسم غير المسمى بسم الله الله اسم علم لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم صفتان تدلان على كون الله تبارك وتعالى عين الرحمة فلا يرهب جانبه كما يرهب جانب الطغاة والسفاكين سؤال لماذا كررت الصفة الرحمن الرحيم تكرير هذه الصفة إنما هي للتأكيد أو لبعض الجوانب الأخر في الفوارق بينهما اللي هي مذكورة في التفاصيل المفصلة الحمد لله رب العالمين الله هو الذي يستحق الحمد كل جميل من الله تبارك وتعالى كل خير من عند الله تبارك وتعالى الله رب العالمين الله الذي أوجد الخلائق ورباهم والتربية تطلق على الإنشاء والاستمرار يبتدأ بالعمل ويستمر عليه العالمين إشارة إلى عوالم الكون من جن وملك وإنسان وحيوان ونبات وجماد وروح وجسد وغيرها الرحمن الرحيم هذا تكرار للتأكيد حتى الناس حتى العالمين يعرفون أن الله تبارك وتعالى أن هذا الرب ليس طاغيا كما هو حال غالب الأرباب البشرية مالك يوم الدين الدين بمعنى الجزاء يوم الدين يعني يوم القيامة الله مالك ذلك اليوم لا يشرك فيه أحد إلا من ارتباه يقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتباه إياك نعبده يعني عبادتنا وخضوعنا لك سؤال لماذا قدم إياك هذا ليفيد الحصر يعني نحصر العبادة في الله تبارك وتعالى لا غير وإياك نستعين يعني نطلب لعانة منك أنت الذي بيدك كل شيء فالاستعانة منك سؤال لماذا أتى بضمير التكلم مع الغير ولم يأتي بضمير الوحدة نعبده نستعين ما قال أعبده أستعين الجواب هذا حتى يفيد هذا المعنى أن المسلمين كلهم منخرطون في هذين السلكين سلك العبادة لله وسلك الاستعانة بالله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط غير المنحرف شنو معنى الهداية؟ معنى الهداية إرشاد الناس إلى الطريق الإنسان في كل آن في كل لحظة يحتاج إلى من يرشده ويهديه حتى وإن كان هو مهديا على الطريق المستقيم ولكن في كل لحظة لحظة يمكن أن ينزلق فيسقط فيحتاج إلى الهداية في كل لحظة لحظة من حياته اهدنا الصراط المستقيم إلى شنو؟ متعلق الصراط المستقيم شنو؟ ليش لم يذكر متعلق الصراط المستقيم؟ هذا حتى يدل على العموم فالإنسان المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى يطلب من الله سبحانه أن يهديه الصراط المستقيم في كل الأبعاد في العقيدة، في العمال، في القول، في الرأي وفي سائر الأموم صراط الذين أنعمت عليهم هذا تفسير للآية السابقة اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم بهدايتهم من هم؟ من النبيين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والصالحين غير المغضوب عليهم فمن أنعم الله عليه بالهداية لا يكون مغضوبا عليه ولا الضالين الضال المنحرف عن الطريق هل هناك فرق بين المغضوب عليهم والظالين؟ الجواب الضال يمكن أن يكون مغضوبا عليه ويمكن أن يكون غير مغضوبا عليه رجل ظال ومع أنه ظال مغضوب عليه لماذا؟ لأنه ظل عن تقصير ورجل ظال ولكن غير مغضوب عليه إذا كان ظلاله عن قصور المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى يطلب من الله أن لا يكون من هؤلاء ولا من هؤلاء وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين